هل يجوز إرسال ثمن الأضحية لتذبح على سمي لعدم توفر الظروف المنسبة في بلاد الخارج؟ هذا سؤال يسأله كل أبنائنا في الخارج لأن الأوضاع في الخارج أصبحت شديدة الوطء على المسلمين ولأن المسلمين متشرمين متفرقين لم يستطعوا أن يتوحدوا ويطالبوا بحقوقهم في أن تسمح لهم الدول العلمانية في حقهم فيما يسمى الاحتفال بأعيادهم والدينية وهذا غريب هذا إهمال بالنسبة لإخوانتنا متدقين مع بعضهم بعض مقدروا إن شاء الله تبارك وتعالى يتوحدوا ويخاطبوا أوروبا بلسان فصيح وبكلمة واحدة يكون تبادوا العلمانية والعلمانية محايدة وجه الدين يقع أصحاب الديان كتعطيهم حقوقهم دي الأعيان غير مستلمين لكي الملايين ومع ذلك ما أعطيهم مش حق قمتوما يا أصحاب الخارج يا قوتي سمحوا لي نقول لكم وأنا ياراني مريض من هذا الشيء أنكم مفرطين مفرطين لم تقوموا بواجب الدفاع عن حقوقكم كيف غيرتوا هذا أولادكم غيرتوا على حب الأعيان منين ما غدش يعيشوا ويشوفوا الكبش يتذبح نحيي سنة إبراهيم سنة حبيبي رسول الله كيف غدوا لهذا أولادنا يدي يوشفوني أنا أقول ذلك ولذلك السؤال اللي بقى هو هذا زيّرناه وما قديناش بش نصفته صفت الفلوس انتاك الواحد المسكين هنا ويسمي عليك انتاك بسم الله الله أكبر اللهم هذا أي منك وإليك اللهم هذا عن وضحية السعب قادر لي في العلمان مزيلا ولكي وشعال وشعال شعال قصنا هذا الأهم هذا بسعاد أيمن لا لا ينبغي أن تتصرف تصرفا يؤدي في النهاية إلى إبطال الأعياد وإخفائها هذا كمؤقت جائز ولبعض الأفراد جائز أما دائم ولكل الأفراد هذا حرب على الإسلام سنؤدي ثمنها في المستقبل فهمتونين